نعم، أنا لست مشاركاً لحسن الحظ في عملية اختيار خليفة لي لكنني أعلم أن الأمين العام قد دعا إلى تقديم الترشيحات وأعتقد أن الترشيحات ستغلق في وقت لاحق من هذا الشهر أنا متأكد من أنه ستكون هناك مقابلات وسيختار الشخص الأفضل آمل ذلك لماذا؟ لأن العالم لم يسبق أن عانى أزمة إنسانية كما يعاني الآن فلدينا أكثر من مئة صراع في جميع أنحاء العالم ولم يتم حل أي منها تقريباً حتى في اليمن حيث كنا نأمل أن نرى تقدماً في حلها أصبح ذلك الآن في خطر مما يعني أن الاستجابة الإنسانية للأزمات التي كنت تسألينني بشأنها أصبحت أساسية بالنسبة للعالم وليست مجرد جزء صغير من العمل الجانبي بل أصبحت نقطة أساسية ولذا أمل أن يكون خليفتي وأنا متأكد من أن هذا ما سيحدث شخصاً يستطيع الاستجابة للأزمات وأن يفعل ذلك بتوافق آراء المجتمع الإنساني وهو مورد قوي جداً لدينا ولكن أيضاً الوضوح بشأن التزامات الأطراف في النزاعات وبالمناسبة تلك أيضاً المتعلقة بالقرارات الخاصة بالمناخ والتزاماتهم تجاه الناس الذين يعانون عواقب أفعالهم والقانون الدولي الذي يلزمنا ويضعنا تحت المساءلة جميعاً على العالم وقف قصف المستشفيات وقصف وقتل عمال الإغاثة الإنسانية وقتل الصحفيين على العالم الالتزام بالقانون والحفاظ على السلام اشتركوا في القناة